السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هالفيديو اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على بقلاوة تركية اللي كتجي رائعة وكندروها بحال هكا بها العجينة دي الفينو ركت توجد مرجان بسم الله سنبدأ معكم المقادر هنا عندي كوكا ومقلي اللي سنطحنوا وعندي اللوز انا ما غديش تزدي هاد الكيمية كاملة ولكن انا غدي نصيب منها هكا غدي ندير منها هد الحلوة وغدي ندير منها حلوة اخرى كما شفتو معي اللوز تهوك يكون مقلي حتى يبدأ يتحمر من الداخل وعندي هنا بعد ما طحنت الكوكا وغدي ناخد منه 100 قرام وكنناخد 100 قرام دي اللوز وعندي الزبدة هكا طيبتها زبدة حيوانية كنطيبها حتى كتعطي هاد اللون وعندي هاد العجينة دي الفينو انا من مرجان لأوقات الضيقة كنشريوها بحال هكا طالعة وكنخدمو بها راه كتجي رائعة غدي نجبدها وغدي نصرحها احنا كنصرحوها بشوية بالمهل لانه هي كتضغية كتتقطع انا هنا ما غديش ندير هاد الجوجبكيات كاملين يعني راه درت باكية انص فاتخدمت من الباكية التانية بعد ما كنخدمو بها ولا كتبقى لينا بحال هكا موجودة كنرجعوها البلاستيكا وكنسدو عليها وكنحطوه في المجمد تل الوقت اللي كنبغيوها راه كتبقى مزيانة غدي نصرحها وغدي نجيب اللاطة اللي غدي ندير فيها هاد العجينة وغدي نبحال هكا كننقطع بالموس كنعبر وكنقطعها هكا بالموس كنزيد نقطع جيها التانية باش كتجينا مقادة في اللاطة صافي غدي نحطها هكا بشوية بشوية لان هي راه دغية كتقطع كنخدموها بحال هكا عب المهل كنخدموها صافي بعد ما كنقطع هال القياس غدي نجيب اللاطة بحال هكا وكند نستفيها جوج ورقات ورقة فوق ورقة وكند هنا هكا بزبدة رشة بصية طبحة هكا غدي نجيب جوج ورقات التانيين كنسرحهم كنزيد المرش لان هذه اللي بغيت بحال هكا تصيبوها بقلاورة كتجيكم ساهلة ما كتجيش وعرة هنا غدي نجيب هادوك التقاطع اللي كانوا في الجوانب ما كنضيعوهمش كنقطعوهم بحال هكا وكنستفهم كنزيد تقاطع بحال هكا اللي كينين كندرهم في الوسط ديالها بجدك العيب ديالهم كيتدرق تيجي الوسط ما تيجيش بين غدي نسقيهم بزبدة كتجي محمرة وكتجي لديدة واجربوها وردو عليها في التعاليق كنزيد تقاطع كندرهم تاني في الوسط انا في اللول هكا قدرتهم طول وفي التاني كندرهم عرض باش ما كي يبانوش ما كدجيش محلولة كنزيد ندهان بالزبدة دهنة خفيفة بحال هكا ما كنخليش هدو كل تقاطع كله مرقق كندرهم بحال هكا ما كنضيعهم مش صافي من بعد غدي نجيب كوكاو وكان رش كوكاو ورش لبعسابيها غدي نزيد الرش اللوز بحال هكا نتوما على قدر المستطاعي لكن هكا وكا وماشي المشكلة هكا الجزوين احتب كوكاو او الفول السوداني ركي جديد هدو الفول السوداني البلدي انا كنصحكم ما تاخدوش هدوك البيض والتي يكون غلاي ضرومي ما تيعطيش واحد نسمع صافي وغادي نجيب دهبل رشيت واحد رشالية الزبدة وغادي نجيب دهبل الورقة وغادي نستفى نستفى هكا جوج وريقات وكنزيدها ندهنها كنزيد تاني جوج وريقات تانين كنقعده وكندهنه كنقعدة وكندهنه اتبا كره يجيب من السقام الداخل وكندهنه كنزيد وتاني نزيد الورقة كندرجو ورقات كنستمر عليهم بحلقة حتى كنكمل الكمية اللي عندنا كاملة كندهن اشتركوا في القناة نضغط عليها مزيان بيديها بحل هكا باش كيخرجيك الهواء اللي كتكون وسط الورقة وكتشرب الزبدة سوف يجيب الموس وغالي نقطع بحل هكا على شكل طولي ثم كتقطعه بشكل اللي بغيته وحنا كنقطعه هي عب شوية باش مكت تهربش لنا الورقة كندلوح للموس اللي تيكون حاد باش كيدخل الورقة حتى الوسط ديالها كنزيد نقطع من الجيهة الخورة هكا كنعبر وكنقطع كنزيد القطع التالتة سوفي غدي ندور اللاطة دابو غدي نقطع الجيهة اللي باقين ما قطعتهمش ضروري ما نقطعوهم غدي نقطع هكا باش نقلب وكنجي للقدس الثاني كنقطع هكا على شكل مستطيل ما كنزربوش عليها صافي هنا يا غلي نكبلوها شفتوا معايا ركا تلصق صافي غلي نجب الزبدة احنا الزبدة لطيبناها وده كل اللي كيبقى لتحت كنخليوه سنصفوه على الفقاني وكننسقيها كلها بهذا الزبدة اللي بقيت هنا هزات معايا ميتين وخمسين جرام ديال الزبدة وندخلها الفران على درجة الحرارة مية وتمانين وكنخليها الطيب على خاطرها حتى كالطيب هنا يرخضت معنا خمسة وثلاثين دقيقة غدي نجيب لوحد الكاسرون وغنديل فيه كسر هنا يا بقلاوة دي النطابس هنا كنجيبها للقطرة بعد ما طاب وكنسقيها هكا بقى سخونة يلا كنخرجها من الفرن كنسقيها صافي وكنخليها كتبرد ومن بعد عد باش كنوجدوها ثم شفتوا معايا كيفاش كتجي كتجي رائعة كتجي هكا طبقات وسهلة وما تتساوشي لعجبكم في فيديو ما تتساوش شاركوه في القناة وضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله تتوصلوا بالجديد وكنقول لكم بصحة والراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة